درع فجر إرهابي انتحاري سيارة كان يقودها في منطقة درع البلد عند دوار المصري وأدى التفجير الانتحاري إلى استشهاد ثلاثة من المدنيين وهم نورس المسالمة ووليد النجار وخالد المسالمة ونحو عشرين جريحا بينهم عدد من قوات حفظ النظام كما أدى التفجير الإرهابي إلى أضرار مادية بالمباني المحيطة بدوار المصري والمحال التجارية